أعربت المملكة في الكلمات التي ألقاها مندوب المملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي عن بالغ قلقها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها نووية الأمر الذي يعد استمرارا للتصعيد الإيراني في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية بينما تعمل الكثير من الدول على استغلال التقنيات النووية لمزيد من التقدم ورفاه الشعوب يستمر النظام الإيراني في انتهاك القوانين الدولية وتخصيب عشرة أضعاف الكمية المسموح بها لتطوير أسلحة الدمار الشامل والاستمرار في زعزعة أمن المنطقة والعالم في ظل تخاذل المجتمع الدولي وأكدت المملكة أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط مبينة أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتيان عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل المملكة أعربت في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلم عن بالغ قلقها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية الأمر الذي يعد استمرارا للتصعيد الإيراني في المنطقة وأشارت تقارير دولية إلى اقتراب إيران من امتلاك التكنولوجيا والمواد اللازمة لصنع سلاح نووي كما أن لديها الآن الوقود اللازمة لصنع قنبلتين منفصلتين وفقا لتقرير أوردته واشنطن فريبيكون المختصة بالأمن القومي فما الذي يرد المجتمع الدولي للالتزام بمسؤولياته وهل هو تخاذن أم لا مبالاه وإن كان أحد الاثنين فكلاهما قد يخلف عواقبا لا تحمد عقباها وكشفت المعارضة الإيرانية عن تفاصيل جديدة من داخل إيران حول منشآت لصنع القنابل النووية وتفاصيل جديدة أيضا حول البرنامج النووي الجديد لإيران بما في ذلك أهم المواقع من تخصيب اليورانيوم ومواقع تجميع واختبار أجهزة الطرد المركزي الكهربائية للحديث أكثر ينضم إلينا الدكتور صالح بن سبعان الكاتب الصحفي أهلا بك دكتور صالح معنا في عين الخامسة بداية دكتور صالح المعلمي قال إن المملكة تؤكد أهمية الجهود التي تحقق غيات إزالة الأسلحة النووية وما بين السطور ذكر المعلمي من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية على ماذا يفسر أولا نحياك الله وشكرا على الاستقرار لا شك المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وهي بلد تدعو دائما للسلام وتسعى دائما لخلق الاستقرار والمملكة رقم صعب لا يمكن تجاهله فيه كل الأمور فحديث مدير المندوب المملكة عن المملكة ومطالبتها بأن تكون الشرق الأوسط آمنة بين خلال منع انتشار الأسلحة النووية لأن يملكون هذه الأسلحة حقيقة دول غير مسؤولة بكل ما تعنيه الكلمة ووجودها أو وجود السلاح النووي على لديها يشكل خطر على العالم كله وليس فقط منطقة الشرق الأوسط له ما يبرر كلاما الذي يتحدث فيه وأتمنى فعلا أن تلعب الأمم المتحدة ومنظمة محاربة الأسلحة النووية دورا فاعلا الذي نشاهده فعلا هو مجرد حديث وليس هناك فعال فاعلة نستطيع أن نحكم عليه ونستطيع أن نطمئن أو تطمئن المملكة برأيك دكتور صالح سمع الله عدوك برأيك دكتور صالح ما هو الشكل المطلوب من المجتمع الدولي أمم المتحدة أن تلعب هذا الدور ما هو شكل هذا الدور ما طبيعة تحركها في هذا الملف التحرك لا بد يكون جاد وقوي ونعرف أنه مثلا حصول إيران على أسلحة نووية نعرف أهدافها ونعرف ما تلعبه إيران ونعرف ما تخف في إيران فبالتالي وجود هذه الأسلحة في أيدي غير مسؤولة ولدى أنظمة غير مسؤولة أيضا سيشكل لا شك خلل فالعالم بأثره لا بد أن يلعب دوره الحقيقي ودوره الفعلي وتمنى صراحة الاتحاد الأوروبي أنه إن كان هناك قصور فقصور من الاتحاد الأوروبي والتساهل اللي حاصل مع إيران طبعا هذا القصور من الاتحاد الأوروبي يبدو أنها لديها مصالح مع إيران حقيقة عندما تجتمع المصالح يستوي الطالح ويصير صالح يصير صالح وبالتالي الاتحاد الأوروبي مع الأسف سياسته مريبة حقيقة وأعتقد أن يتحكم فيها ليس دوة يعني ليس التحكم بمنظمة الاتحاد الأوروبي بقدر ما هو بأشخاص فاعلين وعملين فيها هم يعني اللي بيدها الورقة والأدات هم اللي يصدرون القرارات ويتعملوا وهذا ما يعمل عليه حقيقة وأقوله بكل جرعة وصراحة رأس المال الفاسد ورأس المال السياسي والمال السياسي اللي يستخدم لأشخاص وليس وأنا دائما أقول لا يمكن لأي دولة أن ترشي مؤسسة أو منظمة فقد ما ترشي من يعمل في هذه المنظمات ولا أمتنة كثيرة للحديث في هذا الموضوع نعم أبقى معي دكتور صالح نشاهد الآن أهم ما تضمن في كلمة المملكة ترجمة نانسي قنقر عودة إلى الدكتور صالح بن سبعان الكاتب الصحفي أهلا بك من جديد دكتور صالح كنا نتحدث قبل قليل نعم كنا نتحدث قبل قليل عن الاتحاد الأوروبي وزير خارجية إيران دكتور صالح جواد ضريف كان يتحدث دائما عن ضرورة أن تمتلك بلادها والسلاحة الذي يساعدها على الدفاع عن نفسها على حسب تصريحها وهذا التصريح كانت في معقل الاتحاد الأوروبي وأمام المسؤولين المشكلة هنا دكتور صالح أن هؤلاء المسؤولين لم يسألون جواد ضريف ما هو هذا السلاح حقيقة أنا زي ما قلت لك الاتحاد الأوروبي صراحة يخلق من خلال موقفه اتجاه الانتهاكات الواضحة لإيران ولنوايا إيران هم يعلمون هذه النوايا ولكن أنت ذكرت قبل قليل قلت المصلحة مصلحة مع الأسف هذه الدول الأوروبية تفضل مصالحها على وقف هذا الأخطبوط اللي هو إيران الذي لا يمثل خير ولا حاضرا ولا مستقبلا كل ما همه هو خلق الفوضى وخلق الإرباك في الدول وإليته هو اللي يقوم بالعمال إنما يجند أدوات وأذنابلة في هذه الدول لخلق البلبلة في الشرق الأوسط فأنا صراحة من خلال متابعتي الدقيقة ليس اليوم من زمان لمواقف الاتحاد الأوروبي صراحة تثير الشك والريبة نعم يعني خلق البلبلة وخلق الأزمات أيضا في المنطقة دكتور صالحون تحدث عن نقاط أيضا مهمة عن إيران هل هذا التمادي هل هو في اعتقاد ربما الإيرانيين العقوبات المرتبطة بوجود الرئيس الأمريكي دولان ترامب في البيت الأبيض فإذا تمت إزاحته وانتخاب رئيس ديمقراطي بديلا عنه دكتور فإن تلك العقوبات ستكون جزء من الماضي تتوقع هكذا التفكير أنا أولا شيء إن شاء الله حيفوز ترامب ثاني شيء ربطه بأمريكا دولة ذات مؤسسات يحكمها استراتيجيات ليس الأفراد هم من يضعون هم يتصورون ناس مثلهم فهم يتصورون أن الرئيس الأمريكي المنتخب أين كان هذا الرئيس سيقوم بما يخدمهم ويخدم أهدافهم سيئة فبالتالي لا أعتقد ولا أتصور أن يكون هناك تغيير ليست أمريكا محكومة بقرارات رئيس فرد وإنما هي محكومة باستراتيجيات محكومة بضغ الأمانات محكومة بمؤسسات